مساء الخير يا حبيبي مساء السعادة عاملين ايه يا رب اكونوا بخير يا حبيبي النهاردة جبت ايه نعناع هنخزنه مع بعضينا انا زي ما كان بيقولولي ما تغسليش النعناع لكن انا ايه ببقى قرفانة فلازم اغسله جبت ست روبط كبار زي ما انت شايفين يا حبيبي كده بخمسة جنيه وهنخزن مع بعضينا نعناع بخمسة جنيه ممكن يكفيك شوية حلوين كمان ولخبطت عليك جرتك اديها شوية عادي ما فيش مشكلة المحبة حلوة وتعال احكيلكو بقى ايه على المحبة بالصدفة يا حبيبي ايه ركبت النهاردة اوتوبيس كنت خرجها رايحة مشوار وركبت اوتوبيس وصدفت الست غلبانة جدا 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 الست يعاني ايه اول ما شافتني عادت جنبيها اخدت ودت يعاني معايا في الكلام وفي الاخر عرفت ان هي ارمالة وبتربي بنتينه ولد آآ قالت لي عندي اخ غني قوي واخواتي غني جدا تقول لي اخواتي البنات حتى لو رحت له هم ما بيردوش يفتحوا للباب آآ واخوية الولد تقول لي لو جي بيت عندي آآ يقول انا عايز افتر وغني جدا بتقول لي معايا فلوس يعني بالوصف بتاعها بتقول لي الفلوس عفنت معايا فجات الست آآ يعاني قالتلي آآ عايز يفتر وقلت له انا معايش فلوس فقالتلي يعني قولي كده لو اداني فلوس هنفتر انا وعيالي التلاتة وانا وهو هنفتر بكام قلت له يعني مثلا عشرة جنيه والله خمستاشر جنيه انا قلت اكيد حالته على قده قبل ما تقول لي بقى انه هو ايه مبسوط يعني قالتلي اداني تلاتة جنيه ونص وقال لي ايه هتيلي افتر هيفتر لوحديه بتلاتة جنيه ونص ثلاثة جنيه ونص بتفتر النهاردة بص انداز بتعمل ايه في بعضيها والاخوات بتعمل ايه في بعضيها يا حبيبي ستة غلبانة وستة ارمالة ستة بتربي يا تامة ليه انا ماكنش حنيين على اخواتي ليه انا ماكنش حنيين على على ارايبي على اي حد جيراني يا ستي تقول لي اروع عند اخواتي حتى باب الشقة مايردش يفتحولي ليه يا حبيبتي ده انت في رمضان دلوقتي انت لو يعني قطرت شوية في الخضار ابعثي لاختك عشان ما تحرجيهاش قولي لها ربنا بعت لنا الاكل ده وانت طبق واحنا طبق المحبة حلوة المحبة بتسطر يا حبيبي صدقوني مش عارفة ليه الناس بتعمل في بعضيها كده يا حبيبي انا غسلت النعناع وفرجت على قمشة نظيفة يا حبيبي كده انا بس الستة زعلتني والضيقت خالص عليها الستة غلبانة قوي 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 تقول لي حتى بطاقة التموين واخدها ومش رادي يدين التموين بتاعنا قالت لي طلعت من البطاقة وبقيت اخد لوحدي فرد فردة هتصرف على اربعة وتاخد معاش تكافل وكرامة اني عناع نشف يا حبيبي كده بعد ثلاثة ايام علش ان انا ايه بصير الموضوع ده علشان يا حبيبي نحب بعض نشفق على بعض فين صلت الرحم يا حبيبي حاجة صعبة قصة طويلة وهحكيها لكم ان شاء الله على حلقات مع بعضينا بس دينا شغالين ودينا ايه عشان ما تقلش عليكم في الحكايات كل حلقة ان شاء الله هحكي لكم ايه من قصة الستة الجميلة الطيبة اللي وشها كله نعمة يعني بتقول لي لما قال لي انا هاجة بيت عندك قالت لي واحدة قرامتني ودتني تقريبا كيلو لربع لحمة قالت لي قمت عملته كفتة بالرز وطبخته وعملته رزه وقكلته والدنيا تمام واول ما يبقى معاه ارش الراجل ما يجلهاش ولا يخبط بابها ينفع كده يا حبيبي فينسلة الرحم فين الرحمة حرام يا حبيبي حرام قريب غريب جار لازم نعتف ونشفق على بعضينا الشفقة والرحمة حلوة حبيبي يلا نكمل بقى معنا بقيت النعناع ما تتضايقش من ايه من حكايتي لا دي عبرة وعبرة من الزمن صدقوني يعني انا مش بقلف حكايات من عندي انا بالفعل قبلت الستة دي وصدفتها وهنكمل في الحلقات اللي جاية لحكاية الستة الجميلة دي يعني عايز اقول لكم برغم فقرها بس الستة عندها كرامة هنكمل مع بعض وقول لكم الكرامة دي بتاعتها ايه حطيت النعناع في الفورن دقيقة طيعة ولعت الفورن دقيقة واحدة وطفتها وحطيت النعناع عشان انا ما عنديش شمس في الشقة ما عنديش بلكون هنهزهم بالمنخل الخشن دي حبيبي السلك كده ايوة شوفي بقى لو جبتي بقى كياس من بره شوفي هجيبيب كان بقى الشغل بتاعنا اللي طلعنا دا او النعناع بتاعنا بعد ما نشفناه لو خبطت عليك جارتك دي احبت نعناع النعناع مش غالي شوفت انا بقول لكم المحبة على ايه بقى يا حباهيبي على ابسط شيء فس جميل اوكد انا هزيتهم برضو مرة تاني عشان مش عايزة فيهم عيدان وشايفين حبة العيدان اللي بره دولي حبيبي على الترابيزة دا لو عندك بلكونة او منور هنلاقيهم في كيس استحالة فاريه هوب ناحية الشقة هنعبي بقى البرطمان بتاعنا عملنا نعناع عايزة تكطري عن كده كطري ايوة رأيكم بقى يا حبيبي في حلقاتنا وفي حكايتنا النهاردة لسه لنا تكملة تاني الى اللقاء يا حبيبي في فيديو قادم باي باي اشتركوا في القناة